المجلس الشيوخ الأمريكي وقبل أعضاء اللجنة القضائية هناك انقسام ديمقراطي جمهوري واضح جدا ومن المتوقع أن تكون نتيجة التصويت 11 صوتا ديمقراطيا مقابل 11 صوتا جمهوريا وفي هذه الحالة سوف يتم نقل هذا التصويت لمجلس الشيوخ ليتم التصويت عليه داخل المجلس وهذه أيضا سيكون هناك انقسام كبير واضح بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذه الحالة ولكن من المتوقع أن تكون هناك عضوة واحدة من الجمهوريين هي عضوة مجلس الشيوخ سوزن كولينز التي أعلنت أنها ستصوت لصالح جاكسون لحصولها على هذا المنسب وهناك أيضا عضوان آخر في مجلس الشيوخ قال أنهم من المحتمل أن يغير رأيهما ومن الممكن أن يصوت لصالحها ولكن حتى اللحظة يبدو في داخل اللجنة القضائية يبدو انقسام واضحا ويبدو أن تعيين كتنجي براون جاكسون أصبح مسيسا بشكل كبير ولم يعد الموضوع هو النظر لكفاءتها ولإمكانية قيامها بالدور المنطبية ولكن الموضوع أصبح مسيسا حول نظرتها هل هي لبرالية أو هل هي محافظة هذه هي النقاط التي كانت تتم مناقشتها خلال جلسات الاستماع السابقة لجلسة التصويت كانت هناك بعض الأسئلة التي اعتبرت غريبة جدا فعلى سبيل المثال إحدى عضوات اللجنة القضائية سألت القاضية كتنجي براون جاكسون ما هو تعريف المرأة؟ كان هذا السؤال من أحد الأسئلة التي تم سؤالها لها وهي العضوة الجمهورية التي قامت بطرح هذا السؤال وكان هو سؤال يعتبر إلى حد ما سخيف وتعجيزي إلى حد ما لأن الولايات المتحدة الآن في وسط صراع بين الجمهوريين أو بين الليبراليين والمحافظين حول حقوق المتحولين الجنسيا ولذلك كان هذا السؤال يطرح بسبب رغبتهم معرفة موقف جاكسون حيال هذه القضية ولكن بشكل عام يمكن أن نقول أن الجمهوريون لم يكنوا راضين عن إجابات جاكسون خلال الجلسات الاستماع وهم يقولون أنهم لن يصوتوا لصالحها خلال هذه الجلسة التي متوقع أن تتم خلال الدقائق المقبلة سهيل يعني هذا ما يتردد بالأوساط السياسية ماذا عن الأوساط الشعبية كيف تتردد أصداء ترشيح هذه الامرأة نعم شعبيا أيضا يمكن أن نقول أن هناك القسام هناك من يرى أنه آن الأوان أن تكون المحكمة الدستورية العليا تمثل جميع فئات الشعب الأمريكي رجالا ونساء بيضا وسودا وما إلى ذلك وهناك ترحيب بذلك ولكن هناك من يرى على الجانب الآخر أن الرئيس الأمريكي كان قد قال منذ ترشيح أنه سوف يضع أمرأة سوداء في المحكمة الدستورية العليا وهذه كانت نقطة توقف لدى الكثيرين أنه كان يجب على الرئيس الأمريكي أن يرشح من هو أكثر كفاءة بغض النظر عن كونها إمرأة أو كونها سوداء أو كونها من أي عرق آخر كان يجب النظر للكفاءة بغض النظر عن العرق وهذه كانت نقاط يتم تدولها حتى على صعيد شعبي داخل الولايات المتحدة نهكيها طبعا عن الجهات التي تنظر لجاكسون بغض النظر عن عرقها أو جنسها تنظر لها كليبرالية أو كمحافظة وهذه نقطة قبول أو رفض لها